اللهم صلي وسلم وبارك على افضل المرسلين اهلا بيكوا اهلا بكل مشتركين عندنا في يوميات لارة العسولة وحشتوني جدا 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 وبحبكوا جدا النهاردة عندنا فيديو جديد من وصفات سلايم تعالوا نشوف الفيديو مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم عندنا النهاردة وصفة سلايم سهلة وهو من الاسلايم الشفاف وسلايم مائي رائع والنهاردة وصفته سهلة جدا وممكن اي حد عادي يعملها بمنتهى سهولة وفي اقل من خمس دقايق هتقدروا تعملوا احلى سلايم ممكن بجد يعني تجيبوه في حياتكو بجد جميل جدا وصفة سهلة جدا جدا بس عايزة تركيز في الوصفة اللي انا هقولها بالضط عشان تعملوها وتطلع صحة ما في المية اول حاجة عندنا معلقتين من اللي هو الصبون السائل اللي هو اللي بنخسل بقدينا بس يكون من الصبون شفاف يعني انا عندي مثلا لون وكده بنك شفاف خالص خالص تمام هضيف له معلقتين من المية يعني معلقتين من الصبون السائل اللي بنخسل بقدينا بعد كده هنضيف عليه مالقتين من المية تمام وهنبتدي نقلب واحدة واحدة وبالروحها خالص عشان انا عايزة عامله شفاف ومش عايزة يتكون البابلز مش عايزة يتكون فقعات انا عايزة يبقى صافي زي المية تمام بعد كده طبعا عشان انا هعمل اه لحد ما يجي العيد كل سنة انتوا طيبين هعمل اللي هو سلايمات كلها تبقى مناسبة للعيد بحيث ان انا ما اشتريش الاسلايم من برا ولا اكلف نفسي ولا اشتري سلايمات من برا خالص لا بالعكس انا هصنعها في البيت احسن من بتاعة المحلات وفي نفس الوقت هوزها على صحابي وعلى قريبي وعلى جراني عشان كلهم يفرحوا بالعيد وكلهم ينبستوا بحاجة انا صنعتها ليهم فانا النهاردة اشتريت جليتر جليتر كده على شكل قلوب اه برضو لونه يعني شفاف بيقلب الوان فضيع شكله حلوة قوي انا جبت الكيسة الكبيرة اللي انا فتحتها قدامكم دي انا اشتريتها بخمسة جنيه واخدت منها شوية صغيرين خالص خالص يعني انتو طبعا انتو لما هتشتروها هتعملوا بيها كميات كبيرة عشان توزعوها على اصحابكم وعلى جرانكم وعلى اخواتكم وعلى قريبكم فهتبقى آآ حاجة حلوة قوي لكن انا طبعا اخدت منه كميات صغيرة عشان ايه آآ هعمل بيها دلوقتي وصفة واحدة. تمام? المهم طبعا اني الهارت اللي انا جبته ده القلوب اللي انا جبته دي آآ شفافة بس بتقلب الوان فهتبقى شكلها حلوة قوي مع السلايم المائي الشفاف هيبقى طحفة تمام? هبتدي قلب بس القلوب دي مع بعضها عشان تتجزق او تتوزع آآ صح تتوزع صح على باقي السلايم زي ما انتو شايفين كده شكله رائع وبيقلب الوان وهيبقى شكل السلايم طحفة. عايز افكركم بحاجة بسرعة ان انا كنت بنزل اسئلة المشتركين آآ طول آآ فترة شهر رمضان. الاسئلة والاجوبة بتاعتكم فانا هنزل في اخر الفيديو اسئلتكم واجوبتكم هي اسئلة عن القرآن الكريم عن شهر رمضان اسئلة عامة بنزلها وانتو بتجاوبوها وبنزل اجاباتكم برضو في اخر الفيديو. تمام؟ آآ انا بقى بوريكم دلوقتي الفرق بين السمغ الاصلي آآ والسمغ التقليد. ده السمغ الاصلي اللي لونه ازرق والتقليد اللي لونه احمر. اللونه احمر ده سعره اتنين جنيه. سعره رخيص وفي نفس الوقت عامل زي المية آآ ومضروب يعني. ولا بيلزق ولا بيعمل لي السلايم. لكن اللي السلايم اللي ازرق اللي انا مسكي ده سعره بين ستة جنيه لتمانية جنيه. ونوعه حلوة جدا بينجح لك كل وصفات سلايم. الانبوبة دي انا عملت بيها اكتر من عشر وصفات سلايم. وكانت كلها نكحة. لكن الانبوبة اللي لونها احمر دي آآ مخشوشة آآ عامل زي المية. ما بيتجمع ليش سلايم. عشان بس انا قلت اوضح لكم الفرق بين السلايم التقيل الممتاز الاصلي والسامغ الشفاف اللي هو التقليد اللي عامل زي المية اللي ما بينجح ليش اي وصفات سلايم. تمام? انتو هتغضوا بالكو بعد اما انا اخدت معلقة كبيرة من السامغ الشفاف وانا بقلبه بيبقى ملمسه تقيل. بيبقى ملمسه تقيل. غير السامغ التقليد اللي بيبقى مضروب بيبقى خفيف خارص بيبقى عامل زي المية. ده اللي انا عايز اكتو تجبوه اللي هو التقيل. الاصلي الممتاز بيبقى برضو سعره مش غالي قوي. وفي نفس الوقت بيعمل لي وصفات سلايم كتير. تمام? تعالوا بقى اقول لكم انا بعمل الاكتف ازاي? او المحفز او المنشط. انا طبعا جبت الكيسة اللي انا مسكها دي. باتنين جنيه من عند العطار. قلت له انا عايدة باتنين جنيه. دينكار اللي هي الاملاح الحافظة اللي جبنا الحدقة. باخد منها معلقة وبوضفها في ازازة. ازازة دي لازم تكون مليانة مياه. ازازة عاملة زي كوباية المياه كده. بقوم آآ ربطها بالغطة وافضل اي ارجي فيها. ارجي فيها لحد ما يدوب كويس. تمام? وبيبقى ده الاكتف او المحفز بتاعي وبحتفظ به يعني لحد ثلاث شهور وبينجح لي كل وصفات الاسلايم بعد كده. تمام? الدينكار ده طبعا احنا بنشتري منه عند العطار اللي هو بيبيع البهارات. تمام? ده اسمه العطار. بشتري منه بس او بقوله انا عايز املاح اللي بتحفظ آآ اللي جبنا الحدقة او دوت دود دي هو ليه كزا مسميات. بس يا جماعة عايز اقول لكم ان دي من مقونات طبعا ايا مية في المية. فملهاش اي ضرر ملهاش اي ضرر. انتو هتشوفوا بنفسكم بعد ما اضيف نقطة نقطة. بصوا بيتكون الاسلايم ازاي? منتهى السهولة. تكون معي الاسلايم. وشفاف ورائع. انا بقلب براحة طبعا جدا. بحاول ان انا ما جمعش البابلز يعني كل ما اقلب بسرعة عشان ده بيبقى فيه صابون. الوصفة دي فيها صابون. فهي عمل لي بابلز صغيرة دي انا مش عايزاها. بحاول اقلب براحة عشان يكمع لي الاسلايم في نفس الوقت. الاسلايم بتاع يبقى شفاف. يبقى شكله حلو. طبعا اول ما قلبت جمع لي الاسلايم بس انا بضيف نقطة نقطة مع التقليب. عشان انا مش عايزا ينشاف معي عايزا يبقى ملمسه مائي. وشكله حلو في نفس الوقت. طبعا عمال اقلب واعجن لحد ما يجمع لي الاسلايم اللي انا عايزاه. بصوا يا جماعة واحسن حاجة ان الجليتر والقلوب جوا الاسلايم فشكلها حلوة او يعني اسلايم هيبقى رؤعة. ان شاء الله. عايز اقول لكم عايز افكركم ان احنا لسه مستمرين في وصفات اسلايم. معلش انا هتاخر عليكم شوية في وصفات اسلايم للوصفات المشتركين. آآ عشان انا بجمع كل وصفات المشتركين عشان ما حدش يزعل مني. فاللي لسه عند وصفة من وصفات اسلايم من وصفات المشتركين. ياريت ينزل في التعليقات تحت ويكتب وصفته عشان انا هنزلها بشكر خاص بكل تعليق بكل حد شارك معانا في وصفات اسلايم من وصفات المشتركين. المهم انا بحاول اعجن واحدة واحدة برضو عشان انا ما عملش آآ رغوة آآ بالصابون اللي انا طبعا ضيفه في المكونات بتاعته النهاردة وبحاول اعجن واحدة واحدة عشان اشوف بس هو هل هيحتاج آآ منشط تاني ولا هيحتاج مية ولا هيحتاج ايه ببتدي اعجن واشوفه هل بيلزق ولا لا بتهيق لي كده زبط معي وبقى كويس هو محتاج بس ايه ان انا عجنه شوية اضيف بس نقطة ممكن اضيف نقطة آآ منشط وابتدي اعجن او لو حسيت ان هم بيلزقش قوي ممكن خلاص ماضيفش بس هو بجد يعني شكله هيبقى تحفى دلوقتي بعد ما الوصفة تخلص شكله هيبقى جامد جدا يعني والتنبق له ان هو هيبقى حلو قوي طبعا انا عشان اي سلايم شفاف عايزينو تطلعوه مائي لازم تجيبو علبة وتحطو زي ما انا هعمل دلوقتي انا عايزاكو تمشي بالخطوات بالزبط تمام هجيب علبة لازم العلبة دي تكون لها غطى تمام انا حسيته بيلزق شوية فهضيف نقطة من الاكتف بس نقطة شايفين النقطة اللي انا هضفتها نقطة صغيرة خالص من المنشط اللي انا عملته تمام وهبتدي اعجن كده شوية صغيرين بحاول ادخل المنشط اللي هو داخل يبقى داخل السلايم تمام بعد ما خلاص اتأكد ان هو دخل كويس جدا اه مع السلايم بقوم ضيفة مع علقة من المية معلقة صغيرة برضو من المية وابتدي اعجن تاني جوه العلبة وبس كده بعد ما دخل المية جوه بقوم غطيه بالغطى بتاعه وسايبه اربعة وعشرين ساعة سايبه يوم كامل او ست ساعات من يوم لست ساعات عادي جدا لحد يا جماعة هتبصوا مش هتصدقوا بجد انا بعد ما سيبه ست ساعات او اربعة وعشرين ساعة شكله هيختلف انتوا بصوا الشكل ده كل البابلز اللي انتوا شايفينها دي هتختفي عشان ايه كده من مطرح العجن بيهدى من مطرح العجن البابلز دي كلها بتهدى بتفرقها بتفضل تفرقها 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 فكله بيهدى ويصبح ملمسه ناعم جدا وبيصبح في نفس الوقت ان هو مقي بدون بابلز مش انتوا يا جماعة لما بتفتحوا الحنفية المية وبتحطوها في كوباية من كتر الدفع دفعة المية من كتر دفعة المية بتلاقوها بتعمل بابلز كده نفس الكلام انتوا بقى لما بتسيبوا يروق ويهدى بيقوم ايه البابلز دي كلها بتختفي وبتبقى نقية زي ما انتوا شايفين منش قادر اقولكو على جمال السلايم ان كنت فرحانة جدا 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 بجد ان هو نجح وبقى جميل وفعلا عامل زي السلايم المية اللي انا بشتريه من بره بالزبط شفاف كاني مسكة مية كاني مسكة مية بلعب بيها بصوا الهارت والجليتر اللي انا حطاه شكله رائع بجد سلايم عيد عيد يعني بجد جربوا الوصفة دي وقلولي ايه رأيكم في الاسلايم اللي احنا عملناه وبجد ازاي طحفة وازاي جميل اوي كده فظيع انت لو عملتوا كمية كبيرة هتبقى طحفة حستوه بيلزق شوية عادي يا جماعة ضيفه نقطة تاني من الاكتف واقلبوه شوية صغيرين برضو هيصبح كميل جدا بصوا شكل الهارت في السلايم الشفاف شكله حلو اوي شكل قلوب جميلة جدا وكمان قاعدت تقلب مع الاضاءة قاعدت تقلب انوار كتير اتمر اتعمل بينك اصفر موف كان شكله حلو اوي ويلا بقى تعالوا نشوف اسئلة واجوبة المتابعين والمشتركين عندنا كنا بنسأل مين اللي بنى للهرم الاكبر قالوا خوفه ياسمين برضو قالت خوفه بشار محمد جاوب نفس الاجابات وهانونة بتقول من بنى اول مسجد وياسمين بتقول من بنت ابو بكر صديق سما بتقول من زوجة سيدنا ابراهيم علم ميار بتقول من هو النبي الذي بعث قوم مدين وحبيبة النجار بتقول ما هي السنة التي نزلت فيها البعثة على الرسول وليان كانت بتجاوب من هو حاكم فرنسا معني ما بحبوش بس هو ماكرون وهستنى اجاباتكو عن اسئلة المشتركين وباي باي